قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم إبراهيم صلاح مستعدون لمواجهة غانا وهدفنا جميعا التتويج باللقب بلاغ عاجل برشالون الإسباني يصدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ويطلب عدم إشراك الزلزول مع المنتخب الوطني صحيفة ماركة الإسبانية تختار رقراج ضمن الخمسة الأوائل لأفضل المدربين لموثم 2022-2023 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار إبراهيم صلاح مستعدون لمواجهة غانا وهدفنا جميعا التتويج باللقب أكد إبراهيم صلاح لعب المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة أن المجموع على أتم الاستعداد لمواجهة غانا اليوم الثلاثة لحساب الجولة الثانية من دور مجموعة كأس أمم إفريقيا وقال صلاح في ندوة الصعف التي تسبق المباراة لدينا مجموعة إيجابية وطموحة ونتبع تعليمة المدرب خصوصا اللعب بالسرعة وهذا ما نعمل عليه في تدريبات ونحن على أتم الاستعداد للمباراة وتبع من بين الأهداف المسطرة والمهمة التي يعرفها الجميع هو التتويج باللقب إن شاء الله هذا هو ستجرى مواجهة منتخب المغرب وغانا اليوم الثلاثة ابتداء من الساعة التسعى مساء بتوقيت المملكة المغربية وذلك على أرضية المركبة رياضي الأمير مولي عبدالله بمدينة الرباط بلاغ عجل برشلون الإسباني يصدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ويطلب عدم إشراك الزلزول مع المنتخب الوطني طلب نادي برشلون الإسباني من لاعبه المغربي عبدالصمد الزلزول عدم المشاركة في اللقاء الذي سيجمع منتخب بلاده الأولمبي بغانا اليوم الثلاثة ضمن الجولة الثانية من بطولة إفريق المؤهلة إلى الألعاب الأولمبي في باريس 2024 والتي تحتضنها المغرب وأكدت صحيفة سبورت الإسباني أن برشلون تواصل مع لاعبه عبر الإدارة الرياضية ليعلمه بالمخاطر التي ترافق مشاركته في اللقاء حيث يخشى النادي تعرضه لإصابة عضلية قد تحرمه من المشاركة في تحضيرات البرصة تحسب لعودة المباريات الرسمية في الليغا وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة الزلزول قد تشكل عائقا أمامها لفرض نفسه خلال التحضيرات أو كذلك تحسب لإمكانية التخلي عنها لفائدة فارق آخر باعتبار أن ابتعاده عن التحضيرات سيؤثر على فرصه بالمشاركة مع الفريق أو التعاقد مع نادي جديد وهذا يسمى تحضيرا من البارصة إلى الزلزول من المشاركة مع المنتخب الوطني ولم تكشف الصحيفة عن موقف الزلزول وكذلك الاتحاد المغربي خاصة وأنه قائد المجموعة إضافة إلى دوره الكبير في ترجح كفة المغرب بعدما سجلت نائية في اللقاء الافتتاح أمام غينيا قادة المغرب للانتصار بهدفين لواحد وبالتالي فإن طلب برشلون سيواجه بالرفض ماركة الإسبانية تختار ريغراكي ضمن الخمسة الأوائل لأفضل المدربين لموسم 2022-2023 تميز العديد من المدربين خلال الموسم الكروي 2022-2023 سواء مع نوادي الرياضية أو المنتخبات الوطنية لكرة القدم فبعدهم ترك بصمة لا تمحى في موندي القطر 2022 والبعض الآخر لما حققوها في البطولة المحلية أو في دور الأبطال وتتويجا بهذا المصاري المشرف لعدد من المدربين رشحت صحيفة ماركة الإسبانية إلى جانب كوليم بيب غورديولا وتشافي هرنانديز الناخب الوطني وليد ريغراكي ضمن الخمسة الأوائل لأفضل المدربين لموسم 2022-2023 وتطرقت الصحيفة الإسبانية إلى الإنجازات التي حققها مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد ريغراكي ومساهمته إلى جانب أصد الأطلس في رفع الرأية الإفريقية والعربية عالميا في موندي القطر وذلك بعد وصوله إلى المربع الذهب باعتباره أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور منذ بداية بطولة كأس العالم وبعد تعينه مدربة للمنتخب الوطني في غشة 2022 لم يكن وليد ريغراكي في حاجة إلا لمبارية قليلة لوضع الأصد على سكة النجاح سريعا وتحقيق متطلبات المغاربة في عدة مقابلات ولا يخشى ريغراكي التحديات بل يخوضها في كل مرة فبعد نجحه مع الوداد البيضاوي على المستوين الوطني والقار تألق كذلك على الصعيد الدولي بقيادته المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور النسف نهائي كأس العالم قطر 2022 ومنذ توليه قيادة المنتخب الوطني لم يتوقف وليد ريغراكي عن إطارة إعجاب المتابعين والمشجعين وشد أقلم الصعف العالمية حيث أظهر حنكة وصفات المدرب الكبير وعرف ريغراكي من خلال الحفاظ على علاقة جيدة مع أشبالها وكيفية الإنساط إليهم وتشجيعهم والتعزيز رغبتهم في التألق من خلال منحهم واتقا لازم الإظهار قدراتهم بشكل أفضل على أرضية الملعب كما يجد الناخب الوطني إدارة كتيبة وتحضيرها لكل مباراة وهو ممكن اللاعبين من الظهور بشكل جيد منذ بداية المونديال وبعد نهايتها بحالة ذهنية جيدة وروح قتالية عالية لتشريف القميص الوطني المغربي تعين المدرب المغربي حسين عموت مدير فنيا جديدا للمنتخب الأردني أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تعين المدرب المغربي حسين عموت مدير فنيا جديدا للمنتخب الوطني الأول لقيادة النشامة في الاستحقاقات المقبلة وقال الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي قررت الهيئة التنفيذي للاتحاد الأردني لكرة القدم تعين المدرب المغربي حسين عموت مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطني الأول لقيادة النشامة في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفية كأس العالم 2026 المقاررة تنظيمها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكا والتي تنطلق أواخر العام الجاري إضافة إلى نهاية كأس أسيا التي تقام في قطر مطلع سنة 2024 وأضاف الاتحاد الأردني أنه من المنتظر تقديم المدرب الجديد للنشامة خلال الشهر المقبل مع الإعلان عن الطاقم الفني والإداري والطبي المعاون وفقا لتوصية عموت ويتمتع حسين عموت بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات وحقق العديد من الإنجازات اللافتة وأبرزها لقب دورة أبطال إفريقية مع نادي الويداد الرياضي وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي والعديد من الألقال بالمحلية مع السد القطري والويداد والفتح وأخيرا الدورة المحلية مع الجيش الملكي المغربية حيث كان يتولى منصب مشرف عام للفريق كما قد عموت المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس إفريقية لللاعبين المحليين إليكم مشاهدنا أهم عنوان أخبار اليوم إبراهيم صلاح مستعدون لمواجهة غانا وهدفنا جميعا التتويج باللقب بلاغ عاجل برشالون الإسباني يصدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ويطلب عدم إشراك الزلزول مع المنتخب الوطني صحيفة ماركة الإسبانية تختار رقراجي ضمن الخمسة الأوائل لأفضل المدربين لموثم 2022-2023 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار